سأبدأ بترح سؤال عليكم كيف يمكن للقلب زيادة قوة انقباضه؟ من المعروف أن القلب يعمل جاهداً كل يوم لينبض لكنه مطالب بالمزيد من العمل ما هو الحل؟ كيف تزيدون من قوة الانقباض؟ تعلمون أن هناك نوعاً من الطاقة يتحول من شكل إلى آخر وهي الطاقة الكيميائية وهنا أقصد جزئ الأدينوسين ثلاث الفوسفات المعروف اختصاراً بـ ATP الذي يتحول إلى طاقة ميكانيكية أو حركية وعملية انتقال الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الميكانيكية تنشئ قوة الانقباض بالإضافة إلى ذلك يوجد بروتين محدد يسمح بحدوث ذلك ويسمى رأس الميوسين وهو ليس بروتيناً كاملاً بل جزء منه يسمح رأس الميوسين بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية وفقاً لذلك يمكن إعادة صياغة السؤال بطريقة مختلفة وهو كيف يمكن زيادة عدد رؤوس الميوسين التي تعمل؟ فإذا أردتم المزيد من القوة تحتاجون عدداً أكبر من رؤوس الميوسين التي تعمل كيف يمكن زيادة هذا العدد؟ حتى تجيبوا على هذا السؤال عليكم أن تعرفوا ماذا تحتاج رؤوس الميوسين لتعمل؟ سأبدأ بشرطين أساسيين الأول هو التواجد بالقرب من الأوكتين حيث تحتاج هذه الرؤوس أن تكون قريبة من بروتين الأوكتين وهي تعمل لأنها إذا ابتعدت عن هذا البروتين ستصبح غير قادرة على العمل أضف إلى ذلك مسألة القطبية التي تعني أن الأوكتين يمتلك اتجاها محدداً وبالتالي يجب أن لا تكون رؤوس الميوسين قريبة من الأوكتين فقط بل يجب أن تكون أيضاً في الاتجاه الصحيح الشرط الثاني هو حاجة الرؤوس إلى الكالسيوم الذي يجب أن يرتبط باليتروبونين سي لماذا؟ تذكروا أن وظيفة اليتروبونين سي هي إزاحة اليتروبو مايوسين وعندما يبتعد اليتروبو مايوسين يستطيع الأوكتين الارتباط بالمايوسين هذان هما الشرطان المهمان يجب أن يكون المايوسين قريباً من الأوكتين فضلاً عن ارتباط الكالسيوم باليتروبونين سي لقد قسمت هذا الموضوع إلى جزئين لأن هناك مشكلة أخرى وهي هل نتحدث عن نهاية الانقباض أم نهاية الانبساط؟ ما هي النقطة الزمنية بالتحديد؟ سأريكم شيئاً رسمته في وقت سابق وسأكتب نهاية الانبساط على هذا الجانب ونهاية الانقباض على الجانب الآخر يجب أن نناقش كل نقطة على حدة من حيث تلبية الشروط لأنهما نقطتان مهمتان سأبدأ بنهاية الانقباض ما هي الرؤوس القريبة من الأوكتين؟ لديكم هذه الرؤوس الثلاثة بالتأكيد بالإضافة إلى الخمسة الموجودة بالقرب من القطبية الصحيحة الأمر نفسه ينطبق على هذه الرؤوس هنا لم أضع دائرة حول كل شيء هنا تجاهلت الرؤوس الموجودة هنا وهنا لأنها قريبة من الأوكتين ذي القطبية الخاطئة يوضح اتجاه الأسهم المرسومة على الأوكتين اتجاه القطبية بذلك يكون لديكم 16 رأساً من الميوسين محاطة بدائرة زرقاء تذكروا أن الشرط الثاني هو الكالسيوم من هنا افترضوا أن عدد أيونات الكالسيوم يساوي 20 وأنها سترتبط بالتروبونين سي الذي يرتبط بنسبة 50% من الكالسيوم الموجود لديكم 50% ضرب 20 هذا يعني أن عشرة أيونات فقط من الكالسيوم ترتبط بالتروبونين سأوزع هذه الأيونات التي تقوم بعملية الارتباط حتى تروا النتيجة ها هو العدد المطلوب السؤال الآن هو كم عدد رؤوس الميوسين التي تعمل وينطبق عليها الشرطان هنا سأشير إليها باستخدام الأسهم الحمراء الصغيرة ومجموع هذه الرؤوس هو سبعة رؤوس سبعة رؤوس ميوسين تعمل من أصل 20 رأساً لكن لم تصل النسبة حتى إلى 50% في الواقع سأعيد هذا الأمر باستخدام استراتيجية محددة فالقلب يريد رقماً أكبر من الرقم سبعة تحدثنا عن ذلك في سياق آخر حيث تعرف الاستراتيجية الأساسية لزيادة رؤوس الميوسين التي تعمل باسم التمدد إنها إجابة مختصرة للسؤال الذي طرحته عليكم بالبداية وهو كيف تحصلون على رؤوس ميوسين أكثر لتعمل؟ يتمدد القلب عند نهاية الانبساط لزيادة عدد الرؤوس التي تعمل هذه هي الفكرة الرئيسية سأنتقل الآن إلى نسخة ما بعد التمدد حتى تروا ما يحدث عدد أيونات الكالسيوم في هذه النسخة 20 أيوناً لكن تتخطى نسبة الكالسيوم المرتبط باليتروبونين سي 50% بسبب التمدد يتوق التروبونين سي الآن إلى الارتباط بالكالسيوم بالتالي يرتبط المزيد منه الآن إنها واحدة من خصائص التروبونين سي فهو قادر على تغيير ميله للارتباط بالكالسيوم وبذلك يزداد عدد الكالسيوم المرتبط بالتروبونين ليصل إلى 15 بدلاً من 10 سأكرر الأمر مرة أخرى وأضع دائر زرقاء حول رؤوس الميوسين القريبة من الأكتين ذي القطبية الصحيحة بخلاف ما سبق تجدون أن كل الرؤوس قريبة من الأكتين ذي القطبية الصحيحة ثم يمكنني رسم الكالسيوم بشكل عشوائي سأرسمه وهو يرتبط بجميع أجزاء الأكتين المختلفة لكن لماذا يقوم الكالسيوم بعملية الارتباط حتى نهاية الجانب الأيسر هنا؟ على الرغم من عدم موجود أي ميوسين في هذه المنطقة تذكروا أن الكالسيوم يرتبط فقط بالتروبونين سي في أي مكان حتى وإن كان الميوسين غير موجود بعد ذلك سأرسم أسهماً حمراء بجانب الرؤوس التي تعمل إن وجود الكالسيوم المرتبط بالتروبونين سي يعني وجود رأس ميوسين يعمل بذلك يكون لديكم 9 رؤوس من أصل 20 تعمل لقد ازداد العدد وأصبح لديكم 9 رؤوس ميوسين مرتبطة بالأكتين حدث ذلك بفضل التمدد الذي رفع عدد رؤوس الميوسين التي تعمل من هنا فإن التمدد يساعد في زيادة كمية الميوسين الذي يحول الطاقة الكيميائية إلى قوة ميكانيكية ويحدث هذا الأمر عند نهاية الانبساط لكن ماذا عن نهاية الانقباض؟ ماذا يحدث عند هذه النقطة؟ تلاحظون هنا أن الرسمتين المتعلقتين بالميوسين والأكتين متشابهتان إلى حد كبير لأن فكرة التمدد غير مفيدة في نهاية الانقباض حيث أنه لا علاقة لها هنا لذلك تحتاجون إلى استراتيجية جديدة لزيادة رؤوس الميوسين التي تعمل سأسمي الحالتين في الأعلى بالحالة A والحالتين في الأسفل بالحالة B سأبدأ مع الحالة A عند نهاية الانقباض سأضع دائرة حول رؤوس الميوسين القادرة على العمل يوجد واحدة هنا وخمس هنا لديكم نفس العدد هنا هذا كله بسبب وجود انسداد كبير ناتج عن هذه القطعة هنا سأرسمها بلون مختلف تعيق هاتان القطعتان عملية الارتباط بسبب القطبية الخاطئة لكن بحسب الشرط الثاني تحتاجون إلى بعض الكالسيوم هنا بالتالي ماذا سيحدث؟ لديكم 20 ايون كالسيوم ولكن يرتبط 50% منه بالتروبونين سي تحصلون في النهاية على نفس الرقم السابق أي 10 ايونات سأوزع الكالسيوم عشوائيا ما هو عدد رؤوس الميوسين التي تعمل؟ سأشير إليها بأسهم حمراء سأضع دائرة على الرؤوس التي لا تعمل يجب أن أوضح أن الكالسيوم موجود هنا وهنا ومع ذلك لم أضع أسهما عند هذه الرؤوس لأنها بعيدة عن الأكتين فهذا الكالسيوم مرتبط بالأكتين البعيد الموجود على الجانب الآخر وليس هذا القريب مما يعني أن رؤوس الميوسين هذه لن تعمل بذلك يكون لديكم ثلاثة رؤوس فقط لكن هذا ليس عددا كبيرا لذلك يلجأ القلب إلى استراتيجية أخرى عند نهاية الانقباض وبدلا من التمدد يلجأ إلى زيادة نسبة الكالسيوم مما يحسن النتيجة في النهاية هذه هي الاستراتيجية الرئيسية التي يستخدمها القلب سأريكم كيف يسير الأمر عندما ترتفع نسبة الكالسيوم سأضاعف عدد أيونات الكالسيوم إلى 40 يرتبط 50% منها باليتروبونين سي فيتبقى 20 أيونا من الكالسيوم يمكن أن أضع هذه الآيونات في أي مكان لذا سأوزعها بشكل عشوائي يوجد الكثير منها لترتبط بالأكتين في كل مكان بعدها سأحدد رؤوس الميوسين العاملة ها هي رؤوس الميوسين القريبة من الأكتين ذي القطبية الصحيحة إنها الرؤوس التي يمكنها العمل لكن الرؤوس الأخرى لا يمكنها ذلك بسبب الأكتين ذي القطبية الخاطئة إذا عددتم رؤوس الميوسين التي يمكنها أن تعمل ستجدون أنها ثمانية وقد وضعت أسهما حمراء عندها لأبينها للتأكد مما سبق ابحثوا عن رؤوس الميوسين المحاطة بدائرة زرقاء مع وجود الكالسيوم على الأكتين الأقرب للرأس بالتالي لديكم ثمانية رؤوس من أصل عشرين يعد هذا الرقم أفضل بالتأكيد من الرقم السابق بالتالي نجحت الاستراتيجية وازداد العدد من ثلاثة إلى ثمانية وازداد العدد أيضا في نهاية الانبساط من سبعة إلى تسعة هذه هي الاستراتيجيات الرئيسة وتلخيصا لما سبق فإن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى جعل أكبر عدد من الميوسين يعمل من أجل زيادة قوة الانقباض